السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم في الشريط الثالث بما يخص الاستعداد للامتحان الوطني جميع الشعب في درس اليوم سوف نتحدث عن بعض الدروس اللغوية وكذلك سوف نستطرق عن بعض التمارين الدروس التي يجب فهمها من أجل تجتياز الامتحان الوطني هي كالتالي أولاً درس الـ Conditionals وهي أدوات الشرط ثم درس الـ Wish و If Only أي درس التعبير عن التمني في الحاضر والماضي والمستقبل وكذلك درس الـ Passive Voice أي المبني للمشهول والمبني للمعلوم ثم كذلك درس الـ Reported Speech أي نقل الخطب وكذلك هناك درس مرثبت بـ الروابط ك- Although, In spite of, Because of, Despite وإلى آخره من الروابط هناك أيضاً دروس مرثبتة بـ Relative Pronouns أي ضمائر الوسط ثم هناك دروس مرثبتة بالـ Phrase Verbs أي الأفعال المركبة وكذلك مرثبتة بالمصطلحات في اللغة الإجليزية وهي المصطلحات المرثبتة بالوحدات التي تمت دراستها في سنة الباكالوريا ثم هناك درس الـ Tances أي درس الأزمينة وكذلك درس المدلس أي مساعدة الأفعال وفي الأخير هناك درس الـ Gerants والـ Infinitives أي درس المشتقات من الفعل تتجدون شرح مفصل لمختلف هذه الدروس على القناة وفي هذا الشريط كذلك سنقوم بشرح بعض أبرز القواعد المرتبطة بهذه الدروس لنبدأ بالـ Conditionals حينما نتحدث عن الـ Conditionals أي أن أدوات الشرط هناك أربع أنواع من الشرط في اللغة الإجليزية هناك الـ Conditional Type 0 Conditional Type 1 Conditional Type 2 و Conditional Type 3 لشرح هذه الأنواع من الـ Conditionals نتحدث عن مجموعتين المجموعة الأولى هي الـ Conditionals الواقعية وهي الـ Conditional 0 و الـ Conditional 1 والمجموعة الثانية مرتبطة بالأشياء الغير واقعية وهي الـ Conditional 2 و الـ Conditional 3 3 أولاً الـ Conditional Type 0 نستعمله حينما نتحدث عن شيء يحدث مئة بالمئة وبالضبط حينما نتحدث عن الحقائق العلمية وفي هذا الـ Conditional نستعمل A Simple Present في الجملة المرتبطة به وفي هذا الـ Conditional نستعمل A Simple Present في الجملة المرتبطة مع الشرط وكذلك نستعمل A Simple Present في الجملة المرتبطة مع النتيجة نستعمل الـ Conditional Type 2 حينما نتحدث عن الأشياء المحتمل وقعها ونستعمل فيها A Simple Present في الـ Condition أي في الشرط بينما نستعمل Will أو Must أو Can أو May في النتيجة في هذين النوعين من الـ Conditional نستعمل A Simple Present بعد أداة الشرط F ويختلف فقط الجزء الثاني المرتبط بالنتيجة حيث في الـ Conditional Type 0 نستعمل A Simple Present بينما في الـ Conditional Type 1 نستعمل Will أو May أو Can أو Must والآن لنمر لمجموعة الثانية أي المجموعة المرتبطة بالشرط الغير واقعي الـ Conditional Type 2 نستعمله حينما نريد أن نعبر عن الندم حول شيء مرتبط بالحاضر أو بالمستقبل أي حينما أتمنى بأن نتغير شيء ما في الحاضر بينما الـ Conditional Type 3 نستعمل لتعبير عن الندم عن أشياء حدثت في الماضي وانتعادت في الماضي أي ليست لها علاقة بالحاضر أي أن هنا الفرق ما بين الـ Conditional Type 2 والـ Conditional Type 3 هو ما إن كنا نتحدث عن الحاضر أو عن الماضي فيما يخص القاعدة اللغوية الـ Conditional Type 2 نستعمل فيه Simple Past مع أداة الشرط F وفي الجملة التالية نستعمل Would بينما الـ Conditional 3 نستعمل فيه Past Perfect مع أداة الشرط وفي جملة النتيجة نستعمل Would Have Plus Past Participle يمكنكم اكتشاف المزيد حول الـ Conditional عبر الضغط على الرابط أعلى والآن لنمر للدرس الثاني وهو درس الـ Wish و If Only فيما يخص درس Wish و If Only أي أدوات تعبير عن الندم أو التمني ونالك الثلاث صياغ لاستعمال Wish و If Only حينما نرغب بالتحدث عن أمنية مرتبطة بالحاضر نقوم باستعمال زمن الماضي أي نقوم بتصريف الفعل النذي يلي If Only أو Wish في زمن الماضي أي هنا يجب أن نفهم بأن أمنية مرتبطة بالحاضر تصرف بالماضي بينما أمنية مرتبطة في الماضي تصرف في Past Perfect وأمنية مرتبطة بالمستقبل تصرف مع الموضل فرب Would إلينا نستعمل Well ونستعمل Would على سبيل المثال إذا أردت أن أقول أتمنى لو حضرت باكرا I wish I came early لن أقول I wish I come early وأصرفكم في الحاضر هذا خطأ يجب أن أقول I wish I came early وإذا أردت أن أعبر عن أمنية مرتبطة بالماضي أي أن أقول سمنيت لو أنني حضرت باكرا أي هذا في الماضي سأقول I wish I had come early وكذلك بالنسبة للمستقبل سأقول I wish I would come early الدرس الثالث وهو درس Passive Voice أي المبني للمجهول في هذا الدرس القاعدة الأساسية هي أنه نقوم بتصريف الفعل to be وضع تصريف الفعل حينما نرغب بتحدث عن المبني للمجهول ثم نقوم بإضافة الفعل المرتبط بالجملة بعد الverb to be ويكون هذا الفعل دائما مصرفا في past participle وفي هذه الجملة نقوم بتحويل المفعول به إلى الفعل أي نبتدأ بالمفعول به في الجملة ثم يليه الverb to be مصرف في الزمن الذي نرغب بتحدث عنه ثم يليه past participle للفعل الأصلي المرتبط بالجملة يمكنكم تفحص هذا الدرس في الرابط هذا والآن نمر لدرس الربورتد سبيش أي درس نقل الخطأ هذا الدرس سغني بالقواعد ويمكن تلخيص بعضها في ميلي حينما نقوم بصياغة الربورت سبيش وكذلك نسميه بالانداريكت سبيش أول شيء يجب علينا فعله هو تحويل الضمائر على سبيل المثال إذا كان ضمير i أي أنا وأردت أن أنقل الخطأ سأقوله هو أو هي أي يجب أن أستعمل وكذلك حينما نستعمل الضمائر المرتبطة بالجمع كوي يجب أن تتحول إلى وكذلك أنواع أخرى من الضمائر يجب أن تتحول على سبيل المثال ضمائر المفعول به سوف تتحول إلى واس سوف تتحول إلى بالإضافة لهذا نقوم بالرجوع خطوة إلى الوراء فيما يرتبط بالأزمين على سبيل المثال إذا كان الفعل المستعمل في الجملة مصرف في simple present سوف أقوم بتحويله إلى simple past وإن كان مصرفا في simple past سوف أقوم بتحويله إلى past perfect أي أرجع خطوة واحدة إلى الوراء وفي حالة تواجد المodel verbs أقوم بتحويل المodel verb can إلى could may إلى might when إلى would بينما تبقى المodel verbs الأخرى كما هي فيما يخص درس نقل الخطاب يجب كذلك أن ننتبه للتعابير المرتبطة بالزمن على سبيل المثال التعابير today أي اليوم يتحول إلى ذلك اليوم that day yesterday يتحول إلى اليوم السابق tomorrow يتحول إلى اليوم التالي now يتحول إلى في تلك اللحظة ويمكنكم تفحص شريط كامل حول indirect speech في الرابط على والآن لنمر إلى أدوات الرابط ولكن العديد من أدوات الرابط في اللغة الإنجليزية وهنا سوف أقوم بالتركيز على أدوات الرابط التي تستعمل كثيرا في الامتحان الوطني وهي although despite because all فيما يخص استعمال although في الجملة يمكن استعمالها في وسط الجملة وكذلك في أول الجملة بشرط وضع كما أي وضع فاصلة عند نهاية الجملة الأولى قبل إضافة الجملة الثانية على سبيل المثال although he works in two jobs his salary is low والذو تعني بالرغم من أي بالرغم من أنه يعمل في عملين أو في مهنتين إلا أن وجرته منخفضة فيما يخص in spite of و despite لها نفس المعنى مع although لكن الفرق فيما يأتي من بعد in spite of و despite حيما نستعمل in spite of و despite يأتي بعدها أو يأتي بعدهما الجيراند أو الإسم أي يجب أن نستعمل جملة إسمية بعدهما أو أن نستعمل إسما أو أن نستعمل جيراند وهو الفعل عندما ينتهي بing in g وسنطبق هذه القاعدة كذلك على أداة الربط because of حينما أستعمل because of في الجملة فإنما يليها يكون إسما أو جملة إسمية أو فعلا في آخره ing على سبيل المثال he was late because of missing the train أي تأخر لأنه تخلف عن موعد القطع بينما because نستعملها في وسط الجملة وما يأتي قبلها هو جملة عادية وكذلك ما يأتي بعدها هو جملة عادية يكون فيها فاعل وفعل ومسعول به وهذا هو الاختلاف بين because و because of الدرس الموالي هو درس relative renowns أي ضمائر الوصل ونستعمل هذه الضمائر للدلالة على كلمة الذي أو التي التي نستعملها في اللغة العربية لكن هناك اختلاف في اللغة الإنجليزة فيما يخص الشيء الذي نعبر عنه على سبيل المثال يمكن استعمال هو وهم حينما نتحدث عن الأشخاص بينما يمكن استعمال which حينما نتحدث عن الأشياء و where حينما نتحدث عن الأماكن وين حينما نتحدث عن الأزمنة وذات حينما نتحدث عن الأشخاص وكذلك عن الأشياء وتستعمل هذه الكلمات أو هذه الضمائر مباشرة بعد الكلمة المراد إضافة معنى لها أو المراد وصلها بمعنى أو بتعريف وهنا يجدر الإشارة بأن الفرق بين هو وهم مرتبط ب functions أي مرتبط ب الكلمة التي نقوم بتحويدها بـ على سبيل المثال إن كنتم أتحدث عن فاعل في الجملة يجب أن أستعمل who وهنا يأتي بعده الفعل وحينما أتحدث عن المفعول به يجب أن أستعمل whom ويليها فاعل في الجملة أي فاعل في المفعول به الدرس السابع هنا هو درس el-frizzle verbs أي درس الأفعال المركبة فيما يخص الأفعال المركبة وكذلك المصطلحات المستعملة في الامتحان يمكنكم تفحص قائمة لهذه المصطلحات وكذلك لهذه الأفعال في صندوق الوصف وكذلك يمكنكم الضغط على الرابط أعلى لتفحص بعض أهم المصطلحات وبعض أهم الفrizzle verbs التي نستعملها في اللغة الإنجليزية والتي لها قيمة مضافة فيما يخص اجتياز الامتحان الوطني الدرس الثامن هنا هو درس الأزمنة أي tenses هناك إثنى عشرة زمن في اللغة الإنجليزية تنقسم هذه الأزمنة إلى أزمنة مرتبطة بالحاضر أزمنة مرتبطة بالماضي وأزمنة مرتبطة بالمستقبل فيما يخص أزمنة الحاضر هناك simple present ونستعمل حينما نتحدث بصفة هامة وكذلك نستعمل حين كتابة مقالة أو حين كتابة وصف لشيء ما وهناك كذلك زمن present continuous أو present progressive وهو زمن مرتبط بما يقع الآن إن نستعملوا تحدثي عن ما يحدث الآن فيما في وسط أزمنة الماضي هناك زمن simple past أي زمن الماضي العادي زمن past continuous زمن present perfect وزمن present perfect continuous وكذلك هناك زمن past perfect وزمن past perfect continuous وهناك قمت بإدراج زمن present perfect مع أزمنة الماضي لأنه مرتبط بشدة مع الماضي أكثر مما هو مرتبط بالحاضر وهناك أيضا أزمنة المستقبل وهي simple future وال future continuous وكذلك future perfect perfect simple وال continuous أعتدر لأنني لم أقوم بإدراجها في الخانع هناك لكن يجب أن نفهم بأن هناك أيضا زمن future perfect وفيما يخص الإمتحان الوطني يختم الإعتماد على كل هذه الأزمنة لكن بشكل حاص يتم الإعتماد على زمن past perfect present perfect وال future perfect وكذلك past continuous بشكل أساسي يمكنكم الضغط على الرابط أعلى لمشاهدة شرح شامل لمختلف أزمنة اللغة الإنجليزية وكذلك لمعرفة صيغ استعمالها والآن لنمر إلى model verbs model verbs هي تلك الكلمات التي نستعملها قبل الأفعال والتي لها دلالة مرتبطة بالإمكانية بالإحتمالية الوجوبية بالنصيحة وبالمستقبل بعض المodel verbs لها نفس المعنى لكن تختلف من حيث الزمن على سبيل المثال المodel verbs can و could نستعملها حينما نتحدث عن القدرة لكن نستعمل could بشكل أكبر حينما نتحدث عن القدرة في الماضي ونستعمل can حينما نتحدث عن القدرة في الحاضر ونفس الشيء نطبقه على may و might حين may و might نستعملهما نتحدث عن الاحتمالية أو الإمكانية لكن may مرتبطة بالحاضر و might مرتبطة بالماضي كملاحظة هنا المodel verbs can, could, must, should, may, might, ought to, will, shall, would حينما نستعملها في الجملة لا نقوم بتصريفها وكذلك لا نقوم بتصريف الفعل الذي يليها وحينما نقوم بنفي الجملة نقوم فقط بإضافة not أي لا نقوم باستعمال فعل آخر فقط نضيف not للمodel verb الأفعال have to, need to, want to, be able to هذه ليست model verbs هذه أفعال لكن يتم استعمالها كاستعمال المodel verbs إلا أن هذه الأخيرة يجب أن يتم تصريفها أي عكس المodel verbs وستجدون في الرابط على مختلف القواعد المرتبطة بالمodel verbs والآن الدرس الأخير في هذه القائمة هو درس الverbals أو نسميه كذلك بدرس الجيراند والإنفينيتب وهنا نتحدث عن الحالات التي يتم فيها استعمال الفعل كجيراند أي كإسم وفي بعض الحالات استعماله بدون إضافة to قبله وكذلك استعماله مع وكذلك استعماله كصفة أي كأدجكتف وفي هذه الحالة نتحدث عن الparticipals أي هنا نتحدث عن استعمالات أخرى للفعل في وسط الجملة وكذلك بعض القواعد المرتبطة بهذا الاستعمال وكم لاحظة هنا حينما نقوم بإضافة ing لفعل ما فإننا نتحدث عن اسم وليس فعل على سبيل مثال كلمة layin لا تعني ألعب وإنما تعني اللعب وكلمة watching لا تعني مشاهد وإنما تعني المشاهدة يمكننا كتابتها أو صياغتها في جملة كالتالي I like playing أي يعجبني اللعب إذا كنت أريد أن أقول يعجبني أن ألعب سأقول I like to play وهنا أقوم باستعمال ال-infinitive في بعض الحالات يمكننا استعمال ال-verbals أو استعمال ال-participals بالضبط كصفات أي ك-adjectives على سبيل المثال the broken vase أي المزهرية المحطمة وكذلك the boring lesson الدرس الممل وهنا نستعمل كلمة boring كصفة وليس كإسم وليس كفعل أي أن درس ال-verbals يرتبط بكثرة باستعمالات الفيال أو بصياغ الفيال المرتبطة بالصفات بالأسماء وكذلك مشتقات أخرى من الأفعال هذا كل شيء فيما يخص القواعد اللغوية والآن لنمر لبعض أهم التمارين التي نجدها في الامتحان الوطني بعض التمارين التي نجدها في الامتحان الوطني هو التمارين اختيار الكلمة المناسبة بهذه التمارين يطلب منكم أن تختاروا الكلمة المناسبة لإتمام الجملة على سبيل المثال في الجملة الأولى Venus is an Italian city which is famous its canals أقول هنا بأن مدينة البندقية هي مدينة إيطالية مشتهرة قنواتها هنا أول شيء يجب أن نقوم به هو أن نفهم الكلمات التي لدينا في الاختيارات والكلمات التي تم إدراجها هنا هي about وتعني حول for ولها معنان مختلفان إحداها هو من أجلي والآخر هو بسببي ثم هناك كلمة with وتعني مع أي نراحض هنا ما هي الكلمة المناسبة لإتمام الجملة الجواب الصحيح هنا هو كلمة for لأننا نتحدث عن السببية المثال الثاني they have a very large garden kids can play safely هنا يجب أن نستعمل relative brownhound أي ضمائر للوصل وضمائر الوصل المقترحة هنا هي where who which where تعني المكان الذي هو تعني الشخص الذي و which تعني الشيء الذي بما أننا في هذه الجملة نتحدث عن الحديقة كما كان يجب أن نستعمل where أي أن الاحتمالات الأخرى خاطئة والجواب الصحيح هو where فيما يخص السؤال الثالث أو الجملة الثالثة هنا نتحدث عن الفريزل verbs يعني الأفعال المركبة ولفهم هذه الأفعال المركبة يجب إفضوها وتفحصها واحدا بواحد لفهم معناها لكن هناك بعض الملاحظات فيما يخص الفريزل على سبيل المثال حينما نلاحظ كلمة down في الفريزل verb هذا يعني بأن الفريزل verb له معنى مرصبت بخفض شيء ما أو معنى مرصبت بالأسفل وكذلك معنى سلبي عكس كلمة up التي تعني شيء مرصبت بالأعلى أو شيء مرتفع أو رفع من شيء ما وكذلك شيء له معنى إيجابي في هذه الجملة نتحدث عن خفض صوت الموسيقى لذلك في الجواب الصحيح هو turn down لنمر للأسئلة الموالية When we arrived at the top of the mountain We see the whole city هنا المطلوب هو استعمال model verb must أو can أو could وهنا يجب أن ننتبه إن كنا نتحدث عن الإجزامية يجب أن نستعمل must إن كنا نتحدث عن القدرة يمكننا استعمال can و could لكن بفرق أن could تستعمل للماضي و can تستعمل للحاضر بما أن الجملة مصرفة في الماضي فهنا لك احتمال كبير أن يكون الجواب الصحيح هو could ومن حيث المعنى هنا نتحدث عن قدرة لذلك يجب أن نستعمل could وليس can الجملة الخامسة You look tired you to have some rest ولا أريد أن أقول بأنك تبدو تعبا يجب أن تحصل على بعض الراحة هنا يمكننا استعمال ought to must و need to لكن يجب الانتباه بأنه must لا يجب أن نستعملها بعدها to وكلمة need to تحتوي على to لذلك يجب أن نتفادى تكرار كلمة to لأن كذلك في الجملة هناك to ومن هنا يبقى احتمال واحد وهو ought والإشارة هنا الموضل فرب ought to يحتوي على to أي ليس هناك oughts بمفردها فقط نقول ought to oughts to وليس oughts بمفردها المثال الثالث my brother wasn't to do his assignment نلاحظ هنا بأن هناك فعل أي هناك wasn't وكم لاحظة لا يمكننا استعمال الموضل فرب بعد الفعل أي أن الموضل فرب سأتي قبل الفعل وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى موضل فرب لما نحتاج إلى صفة والصفة التي لدينا في الاختيارات هي ايبو أي قادر إذن الجواب الصحيح هو ايبو كي لا أطيل هذا الشريط يمكنكم تفحص الجزء الثاني الذي أقوم فيه بتفحيح أسئلة أخرى مرتبطة بالدروس التي سبق أن ذكرتها في هذا الشريط أراكم في الشريط المقبل إن شاء الله وشكرا على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر